اشتركوا في القناة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما سميت الكبائر كبائرا لعظم شرها في الدنيا ولجسيم عذابها في الآخرة لذلك جعل الله عز وجل اجتنابها شرطا في النجاح فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والمدخل الكريم هو الجنة ولذلك قدم لهذا المدخل بالمغفرة وتكفير السيئات وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واتع المغفرة فذكر سعة المغفرة بعد اللمم إشارة إلى أن اللمم يغفر وهذا هو ما ورد نصا صريحا في آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر هي الموبقات المهلكات وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات لأصحابه يوما كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال اجتنبوا السبع الموبقات الموبقات أي المهلكات وبقى وبقا وبوقا وبوقا يعني هلك هلاكا كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره لا تمشي السفن إلا بدفع الرياح فإن شاء أن يعذبهم سكن الريح فبقيت السفن على ظهر الماء بلا حركة مع إن هذا عذاب رجل يظل في البحر لا يمشي ولا يستطيع أن يصل إلى الشاطئ عذاب ومع ذلك فهذا العذاب نجاة بالنسبة لما يأتي بعده أو يوبقهن يعني لا يرسل رياحا رخاءا سهلة إنما يرسل العواصف بحيث يصير الموج كالجبال أو يوبقهن بما كسبوا لو أراد الله عز وجل أن يعاقب الناس ما ترك على ظهرها من دابة إذ لكل رجل ذنب وذنوب فلو أراد أن يترقى بهم في المهالك والعذاب لأوبقهن أي لأرسل العواصف وأغرق الناس بذنوبهم وفي حديث الشفاعة الطويل ورؤية الله تبارك وتعالى الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الحديث وينصب الجسر على جهنم ويمر الناس وعلى الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله الموبق بعمله هذا يخطف إنما أوبقه عمله أي أهلكه وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بني إسرائيل أخوان أحدهما مجد والآخر مقصر فلا يزال المجد بالمقصر اتق الله فإنه لا يحل لك أن تقيم على معاص الله فأكثر عليه يوما فقال المقصر للمجد أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا خلني وربي فقال المجد والله لا يغفر الله لك فقبض الله عز وجل روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بيعالما خذوه إلى النار وقال للمقصر أدخل الجنة فقال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفس أبي القاسم بيده لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته كلمة ضيعت عليه الدنيا والآخرة وهذه الكلمة أنه قال له والله لا يغفر الله له ويتحقق في مثل هذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذا المبلغ كلمة قالها ما يظن أن تبلغ هذا المبلغ فهذه الكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته يعني أفسدت عليه دنياه وآخرته وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكه وعذله أو أوبقه الجو الموبقات المهلكات ويقابلها أكبر الكبائر فإذا قلت أكبر الكبائر يعني تسوي الموبقات اجتنب السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم وهذا يسوي الموبقات يسوي أكبر الكبائر قال الشرك بالله قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال الزنا بحليشة الجام ثم تلى قوله تبارك وتعالى والذين لا يقتلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين كانوا اتكئا فجأة قال وشهادة الزوء فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص وكلها في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال واليمين الغموس وسئل عن اليمين الغموس فقال التي يقتطع بها المرء حق المسلم بالكذب والذنوب التي وصفت بأنها كبائر في السنة الصحيحة لا تصل إلى عشرين ذنبا التي وسمها النبي عليه الصلاة والسلام بالكبيرة ولو تأملت هذه الكبائر جدت شررها في الدنيا مستطيرة فتأمل مثلا الربا أو السح أو الزنى كيف وقعها في دنيا الناس ولذلك كان عذابها عظيمة رسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعض عذاب مرتكبي بعض هذه الكبائر كما في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا قص أحد رؤيا أولها له وفي ذات صباح بعد صلاة الصبر قال لأصحابه مقالة غير التي كان يقولها لهم دائما هل رأى أحد منكم رؤيا إنما قص هو عليهم رؤيا رآها هو عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأن رجلين ابتعثان أي أيقظان فقال لي انطلق فانطلقت معهما فإذا رجل مضطجع وآخر واقف على رأسه بصخرة عظيمة ثم إن هذا الآخر الواقف يضرب رأس المتجع بهذه الصخرة فيفلغ رأسه افتحه واتدهده الحجر يعني الحجر يجري على مسافة فيتتبع هذا الرجل الحجر فيأتي به فعندما يأتي ترجع رأس هذا المتجع صحيحة كما كان فيضربه بالحجر فيفتح رأسه فاتدهده الحجر وهكذا قلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فإذا رجل مضطجع وآخر قائم عليه بكلوب من حدي خطا يشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء ثم يأتي على الشق الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء فلا يفعل ذلك بالشق الآخر حتى يعود الشق الأول صحيحا كما كان فيرجع إليه فيشرشره فقلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فإذا بناء مثل التنور مثل الفرن فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه ويأتيهم لهب من أسفل فإذا جاءهم ضوضوا ضوضوا يعني صرقوا أحدثوا ضوضاء فقلت سبحان الله ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فجئت على رجل يسبح في بحر مثل الدم وعلى شاطئ البحر رجل عنده حجارة كثيرة فإذا جاء هذا السابح إلى هذا الواقف على الشاطئ فغرفاه له فتحفمه وإذا هذا الواقف على الشاطئ يقذفه بحجر فيلتقمه بفمه ثم يعود يسبح ثم يأتي إليه مرة أخرى فيناوله حجرا فقلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة قط قلت من هذا قال لي قال لي انطلق انطلق وعنده نار يحشها أي يوقدها فانطلقنا فإذا روضة معتمة كأحسن ما أنت راء من ألوان الربيع وإذا رجل طويل لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء وحوله ولدان ما رأيت قط ولدان أكثر منهم فقلت من هذا ومن هؤلاء قال لي انطلق انطلق فإذا روضة عظيمة لم أرى قط روضة أعظم منها قال لي ارتقي فارتقيت فإذا مدينة لبنتها من فضة وذهب فاستفتحنا فدخلنا فاستقبلنا رجال شطر وجوههم كأحسن ما أنت راء منظرا من الحسن والشطر الآخر كأقبح ما أنت راء فقال لهم اغتسلوا في هذا النهر وهناك نهر معترض ماءه محض البياض بياض صافي فاغتسلوا في هذا النهر فخرجوا فكانوا كأحسن ما أنت راء صورة وذهب عنهم القبف فقال لي هذه جنة عدم وإذا قصر مثل الربابة البيضاء الربابة استحابة فقال لي هذا منزلك فقلت لهما أدخلاني قال أما الآن فلا وأنت داخله فقلت لهما ما رأيتك الليلة عجبا فقال فإنا سنخبره أما الرجل المتجع الذي يرميه آخر بالحجر فيسلغ رأسه وتدهده الحجر فهذا رجل قرأ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة قرأ القرآن ورفض القرآن يعني إيه رفض القرآن رفض أن ينصاع لأوامره كان يتجر به يقرأ به في الصوانات والحفلات فقط ليقول الناس ما أجمل صوته لكن لا يقف عند حرامه ولا يفعل أوامره رفض القرآن ولا يشترط في الرفض أن يكون رفضا علنيا بل لسان الحال قد يكون أقوى من لسان المقاء فإن الرجل الذي يدوس المصحف برجله لا نحتاج أن نسأله هل تمتهن المصحف ولا تعظمه فإن الفعل واضح أنه امتهان للمصحف ولا يشترط كما يقول بعض الناس أن يكفر الرجل إلا إذا صرر كأن يسب الله علانية أو يسب دين الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا صريحا لا يشترط بل قد يكفر بفعل يفعله كأن يدوس على المصحف بيده أو أن يلقي به في الخلاق أو أن يقذف به في وجه آخر أو أن هذا كفر بالله وخرج من المل فهذا الرجل رفض القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة وإنما نبه على الصلاة لعظمها والجزاء من جنس العمل إنما يضرب رأسه لأن رأسه الذي نام فكان الجزاء من جنس العمل وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهذا الرجل يأتي بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاه رجل كذاب وله صيد وله مكان يكذب الكذبة فتصل إلى كل الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم السلطان الكذاب لماذا يكذب أنا أفهم أن الذي يكذب هو الذي يخاف لكن صاحب الشوكة لماذا يكذب ملك كذاب يكذب الكذبة لأن عند وسيل إعلام مرئية مقرؤة أو مسموعة فتبلغ كذبته الآفاق كل الناس يسمعون بها ويعرفونها فهذا نموذج ومن كان على شاكلته ممن له نفوذ وسيط ويصل كلامه إلى آخر الدنيا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق لذلك يشرشر شدقه الذي تولى الكذب وفيه اللسان وأما التنور الفرن فيه نساء ورجال عرايا فهؤلاء هم الزنات والزوان فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا وإنما جاءهم اللهب من أسفل لأنهم عصوا الله عز وجل بفروجهم وهي أسفل أبدانهم فكان الجزاء من جنس العمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يذني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يذني بحليل تجارة ولأن يسرق الرجل من عشرة أبياب أيسر عليه من أن يسرق بيت جارة لا خير في لذة آخرها النار تثنى اللذات وتبقى التبعات وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا وإنما يسبح في نهر الدم لأن المراب مصاص للدماء لا يقتات إلا على دم الخلق مثل البراغير الحقيرة يقتات على دماء الخلق فيسبح في نهر من الدم الربا من أكبر الكبائب هو المعصية الوحيدة التي ذكر الله عز وجل أنه نصب الحرب لفاعلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والربا بيغلف بأغلفة كثيرة أصحاب الهواء يتكئون على الغلاف وهم يعلمون جوهر القضية قال لك الربا إشكالوا في الفائدة سمي الفائدة أي إسم آخر سميه العائد المتغير سميه العائد الجاري سميه أرباح إذا كانت الفائدة دي مشكلة وهتعمل لك مشكلة غير لس لا إشكال فوائد البنوك حرار ولا يوجد ما يسمى بالبنك الإسلامي لا فيصل ولا غيره لا يوجد بنك إسلام بكل أسف البنوك التي رفعت راية الإسلام رفعتها في اللوائح فقط إنما في الواقع لا عجزوا عجزوا النظام المالي العالمي ربوي بنك المركزي هو الذي يشرف على كل البنوك ويقتطع جزءا من رأس مال أي بنك بالإضافة لأن بعض البنوك التي ترفع راية الإسلام تقرض البنوك الأخرى بفائدة ربوية وأصل عمل البنك أيها الإخوة الكرام قائم على الإقراض الذي يقول لكن البنك بيدخل مشروعات كاذب غير صادق إذا جازا تكون هناك مشروعات فلا تتجاوز خمسة بالمئة من رأس مال البنك إنما البنك قائم أصلا على جعل المال سلع رجل معه عشرة آلاف لا يستطيع أن يستثمرها فيضع العشرة آلاف في البنك رجل آخر يحتاج عشرة آلاف فيأتي هذا المحتاج إلى البنك فيقول له أقرضني عشرة آلاف يقول له عشرة آلاف بتلتاشر آلاف إيه توصيف هذا عند العوام عند عوام من الناس لا أقول عند العلماء ما توصيفه ربا كالشمس رجل يقرض رجل المئة بمئة وعشرة هذا ربا صريح جدا فالبنك أصلا قائم على الإقرار يقرض عشرة آلاف بثلتاشر آلاف ثلاثة آلاف دي يقتسمها ما بين صاحب رأس المال وما بين البنك قادي عمل البنوك باختصار لا المسألة مسألة فائدة ثابتة ولا متغيرة ومن كثرة ما أشاعوا عن الفائدة الثابتة يتصور بعض الناس إنهم لو عملوا مشروع تجاري معا وثبتوا الفائدة إن دا ربا وهذا غير صحيح من كثرة ما قالوا إن أصل الربا جاي من الفائدة الثابتة وهذا غير صحيح الربا أصلا آتي من العملية البنكية العملية البنكية رباوية في الأصل سواء غيرت الفائدة أو ثبتتها ما لها قيمة تغير أو التثبيت مع وجود العملية الربوية في الأصل فأنت إذا عملت مشروعا مع آخر وثبتت الفائدة كأن تقول مثلا ليا ليا الثلثان ولك الثلث فهذا جائد لأنك لم تثبت الربح لك الثلثان من الربح الآتي وليا الثلث من الربح الآتي جاء الربح كبيرا جاء صغيرا جاء متوسطا ليا الثلثان ولك الثلث هذا جائد إشكال فيه فالربح هو الذي يدمر اقتصاديات الناس ويلتحق بالربح ما يجري مجراه كالقمار مثل البرص البرصة دمار وما من بلد سمحت للبرصة أن تعمل في بلدها إلا دمر اقتصادها الذي يحدث الآن في بلدنا خطير والبرصة نظام يهودي قائم على جذب رؤوس الأموال الساكنة عند الناس يعني الشركات اللي بتعرض الأسهم السهم بعشرين جنيه في خلال شثة أشهر يصل السهم الخمسمائة جنيه ليه بتجرف ايه يعني الزيادة وهمية على الورق أنا لو دخلت مثلا بمئة سهم في عشرين جنيه أدب ألفين طيب مئة سهم في خمسمية بخمسين ألف في ستة أشهر فأنا لو عندي مدخرات أحتفظ بها في بيتي سأقول لنفسي ألا طيب أنا أدفعها في البرصة في ستة أشهر بدل ألفين باع عندي خمسين ألف طيب طيب أجيب المال المخزون عندي وأضعه في البرصة بعد ذلك ينخفض سعر السهم من خمسمائة ينزل بلا مبرر واضح يعني مثلا لو السهم بمئة جنيه وارتقى إلى تلتمية ربعمية فجأة ينزل السهم لمية وخمسين لمية وعشرين وبعدين تطير إشاعات لأن القائمة على البرصة يهود ملوك الدعاية والإعلام في الدنيا تبتيد الشائعات ده بيقوله السهم هينزل لتسعين ده بقوله هينزل لخمسين ده بقوله هينزل لعشرين فإنت لما أخرجت مالك أول مرة بقصد أن السهم يصل لخمسمائة الآن وصلت شائعات قوية أن السهم هينزل لعشرين جنيه وثلاثين يبقى أنت تعمل تبعدم خسارة لتستنقذ مالك يبقى أنت داخل وافد السهم بمئة جنيه اشتريت السهم بسبعين مرة أخرى وبهذا يخرج كل ما في عيد الناس من عموالة البرصة فإذا ضربت البرصة وقف الناس لا مليم ولا دينار ولا درهم لأن المال المخزون اللي هو كان بيدخروا ليأكل به وأشرب راح دخل في البوصة وراح لا يبقى مع الناس سيولة يضرب الاقتصاد من هنا تضطر الدول أنها تستدين بالرباء المركب عشان تغصي هذا الاقتصاد وما يوم الجمعة في الكويت ببعيد خسروا مليارات في البرص حتى أنه دمر اقتصاد الكويت وجنوب شرق أسيا ماليجيا وأندونيسيا دول بأكمالها انهار اقتصادها بعد ما كانوا بيسموها دول النمور النمور السوداء لأنها بدأت تنافس الدول الكبرى في الصناعات فاليهود لما رأوا أن هذه الدول وهي إسلامية سيكون لها شعن في الصناعات دخلت نظام البورصة وبعدين جرجروهم واستدرجوهم استهمبوا عشرة يبقى بمليون شمعين وفي الآخر المال سأرجع إلى جيب اليهود وحصل تدمير كامل لاقتصاديات هذه الدول الرباء نظام مدمر نظام مدمر يعتمد في الأصل على مص دماء الخلف لأجل هذا كان الجزاء من جنس العمل رجل يسبح في نهر من الدم دماء الضحايا الذين مصها وهو حي وهناك رجل على الشاطئ معه حجارة كبيرة حجارة دي رمز للمال الذي جمعه ولم ينتفع به والحجر بيضرب مثل في الخسارة حجر بيضرب مثل في الخسارة لو تحب تزرع في الحجر لا تستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه الولد للفراش وللعاهر الحجر أي أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الذي جاء على فراش الزوجية الذي حصل بالعقد الصحيح لأن الزاني لأن الزاني قد يذني على فراش ليس المقصود الولد للفراش أن الولد يأتي على فراش الزوجية لا المقصود الفراش الذي جاء بالعقد الصحيح فيبقى فيبقى الولد لا ينسب إلى غير أبيه وللعاهر الحجر أي للزان ليس له نسبة الولد يعني رجل زنى بامرأة أينسب الولد إلى الزان أجمع أهل العلم على ألا لا ينسب طب ينسب لمن لأي أحد يبقى اسمه ابن أبيه ابن عبد الله ابن أي حاج بشرط ألا يتسمى باسم الزان وسبحان الله رجل متزود وظل ثلاثين سنة لا ينجب من امرأته وزنى مرة واحدة فأنجب الولد فسبحان الله جلت حكمته عن الأذهان جلت حكمته عن الأذهان لا ينسب الولد إليه وخرج بالحجر أي بالخيبة والخسران إثم الزنى عليه ولم ينسب الولد إليه فهذه الحجارة كناية أو هي عبارة عن المال الذي جمعه ثم هذا الواقف على الشاطئ كلما اقترب منه ذلك المراب السابح في الماء ألقمه الحجر أما الرجل الذي هو كأكره ما أنت راء رجلا مرآة فهو مالك خازن النار وأعوانه مثله عليها ملائكة شداد غلاظ مثله كأكره ما أنت راء رجلا مرآة إذا رأيت وجهه قلت وجهه لا يأتي بخير وعنده نار يحشها يحشها أن يوقدها وأما الرجل الطويل الذي لا ترى رأسه طولا في السماء فهذا إبراهيم عليه السلام وأما الولدان حوله فهم الذين ماتوا على الفطرة فقال رجل يا رسول الله وأولاد المشركين أي لو ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا التكليف أهؤلاء يدخلون في الفطرة قال وأولاد المشركين قال وأما الرجال الذين شطروا وجوههم كأحسن ما أنت رائن والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائن فهؤلاء رجال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم ولذلك قيل لهم ادخلوا النهر فاغتسلوا فاغتسلوا فكانوا كأحسن ما أنت رائن صورة فهذه بعض عقوبات هذه الكبائب الرباء الزنا الكذب قال سفيان بن عيين ترحمه الله كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو هي ولم يجعل الله للكذب كفار إشارة إلى عظم جرم الكذب وترك الصلاة المكتوبة ورفض القرآن أيضا من أكبر الكبائب فإنما تسمى الكبيرة كبيرة لكبر شرها في الدنيا وعظيم عذابها يوم القيامة شكرا للمشاهدة للمشاهدة للمشاهدة